اشتركوا في القناة لدعم تقدم المرأة في البحرين في مختلف المجالات والقطاعات التنموية الشاملة جاء ذلك بمناسبة مشاركة معالي رئيسة مجلس النواب في حفل اطلاق الوثيقة العربية لحقوق المرأة المقرر عقده بابو ظبي في دولة الامارات العربية المتحدة الشقيقة وبرعاية كريمة من صاحبة السمو الشيخ فاطمة بنت مبارك رئيسة الاتحاد النسائي العام رئيسة المجلس الاعلى للاممة والطفولة الرئيس الاعلى لمؤسسة التنمية الاسرية ام الامارات خلال الفترة بين السابع والثامن من اكتوبر الجاري وقد تم اختيار معالي رئيسة مجلس النواب المتحدثا رئيسيا بجلسة العمل الاولى بعنوان ام الامارات الممكن الرئيسي للمرأة العربية نموذج الامارات حيث تستعرض معاليها تجربة مملكة البحرين في مجال تقدم المرأة البحرينية باعتبارها من التجارب الرائدة والناجحة على مستوى المنطقة بجانب جهود دعم المرأة الخليجية ودور ام الامارات وبيان الاسس والمنطلقات والابعاد التي كان لها الاثر البارز في دعم مسيرة تمكين المرأة الخليجية كالدساتير والقوانين الوطنية المستندة الى الشريعة الاسلامية والثقافة الخليجية الاصيلة والتي اكدت على مبدأ تكافؤ الفرص والحقوق بين الجنسين بالاضافة الى السياسات والبرامج والخطط والمبادرات والمشاريع وفقا لخطة واهداف التنمية المستدامة للامم المتحدة 2030 ويتي حفل اطلاق هذه الوثيقة وبمشاركة عدد كبير من النخب البرلمانية والنسائية العربية والدولية البارزة بدعوة كريمة من معالي الدكتورة امل عبدالله القبيسي رئيسة المجلس الوطني الاتحادي بدولة الامارات العربية المتحدة ومعالي الدكتور مشعل بن فهد السلمي رئيس البرلمان العربي